اشتركوا في القناة في اموالهم تأخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فالذين لا يؤمن مفهوم الآية فانتابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فاخوانكم في الدين معناه الذين لا يخرجونها ليسوا باخواننا في الدين قضية خطيرة وهذا الغني تجب عليه الزكاة إذا ملك النصاب الشرعي المحدد والأموال الزكاوية سواء كانت من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وكانت تأكل من أرض الله يعني أما إذا كان يعرفها طول السنة أو أغلب السنة فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت البيع أما للدر والنسل الزكاة إذا كانت سائمة سائمة تأكل من أرض الله والأموال التي ليس لها مالك معين كأموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية لا زكاة فيها المال المفقود والضائع والمغصوب وغير المقدور على التصرف فيه والمحجوز قضائيا لا زكاة فيه المال الضائع والذي نسي صاحب وأين وضعه لا زكاة فيه إذا وجد له شأن آخر يبدأ حساب الحول من حين بلوغ المال النصاب ويكون حسابه بحساب الأشهر القمرية وليس بالسنة الميلادية بعض الناس في الشركات والمؤسسات والبعض الأفراد يخطئون يخرجون الزكاعة السنة الميلادية السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية بعد عشر يوم يعني السنة الهجرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما الميلادية ثلاثمائة وأربعة وستين والكبيسة كما يقولون هم عندما يكبسونها من عندي أنفسهم ثلاثمائة وخمسة وستين طبعا يكبسون على كيف بدون لا دليل لا عقل ولا نقل نحن عندنا آية قمر هلال هلال يخرج ولد الشهر الشهر الذي بعده هلال الذي بعده نعرف الشهر بدأ فنحن نعرف متى شهرنا يبدأ ومتى ينتهي والسنة متى تمر أما الشمس طالع كل يوم السنة شمسية ما في فرق لا بين شهر ولا بين يوم وبناء على أيش يعني هذا الشهر اللي عندهم واحد ثلاثين وهذا ثلاثين يقولون هذا ثلاثين واحد ثلاثين ثلاثين واحد ثلاثين واحد ثلاثين طيب وهذا ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين ليش ليش هذا فبراير ثمانية وعشرين فبراير المسكين لا عقل ولا نقل أما عندنا نحن أهل الإسلام الأشهر يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والله عز وجل جعل القمر ليش لتعلموا عدد السنين والحساب حتى نعرف منازل القمر وقدره منازلة الله قال عن القمر قدره منازلة لتعلموا عدد السنين والحساب هذه آية عظيمة طيب المهم الشهر القمر طيب لو واحد الآن يقول أنا أخرج على السنة الميلادية لأن كل الشركات ماشية وميزانية على السنة الميلادية نقول إذن راعي 11 يوم هذه حتى مات كلها من الفقراء لازم تطلع زكاتها إذا كنت أنت تضرب أي مبلغ فيه فاصلة صفر اثنين خمسة يعني خمسة وعشرين في الألف ثلين ونصف في المية واحد على أربعين نفس الشيء إذا كنت تضرب أي مبلغ عندك بالكالكوليتر بالآلة الحاسبة تضرب أي مبلغ عندك رصيد في فاصلة صفر اثنين خمسة حتى تطلع عندك الزكاة إذا كان تمشي على السنة الميلادية لازم تضرب في فاصلة صفر اثنين خمسة سبعة هذه السبعة ليش علشان 11 يوم ما تروح على الفقراء طيب إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة انقطع الحول رجع المال بلغ نصابا مرة أخرى وحسبنا النصاب بالدولار تقريبا 300 وكسر مر معنا معكم في الدروس إذا مات المالك قبل تمام الحول لا زكاة علي ولا على الورث الورث لما يستلموا أموالهم يبدأ العدد يبدأ الحول والنية شرط في أداء الزكاة يعني لو واحد طلع أي مبلغ ما نوى زكاة صدقة ما يعتبر زكاة إلا إذا أعطاه لمستحقي لأهل الزكاة الثمانية بنية زكاة عند ذلك يحسب من الزكاة وهذا جواب سؤال لو واحد قال أنا دائما كل ما أشفت فقير أعطيه هل يحسس الله أن يحسب ها من الزكاة نقول إذا كان نويت عند الإعطاء أنها زكاة تحسب ما نويت لا